قوة التوحيد وقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى وقوة الدعاء قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي فالدعاء بعد التوحيد له أثر عظيم ربنا آمنا بما أنزلت هذا إعلان التوحيد واتبعنا الرسول هذا من تمام التوحيد فتح باب الدعاء فاكتبنا مع الشاهدين الدعاء أيها الأحبة له أثر عظيم في شراح الصدر ولذلك المظلوم المكلوم الذي تواردت على قلبه الهموم من يكشف ضره ويذهب همه وغمه إلا التوجه إلى الله يا رب يا رب فإذا به بعد دعائه قد زال همه وانفرج كربه كربه بسبب الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فالدعاء مفتاح الفرج مفتاح كشف السوء والدعاء هو العبادة والعبادات كلها القصد منها الدعاء فالتوحيد من أجل أن تدعو نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين دعاء المغفرة كذلك الصلاة دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا الدعاء وكذلك الصوم دعاء للصائم دعوة لا ترد عند فطره وكذلك الحج دعاء فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثمع عليه ومن تأخر فلا إثمع عليه لمن اتقى ذكر الله تسعة وتسعين في المية منه في الحج دعاء ترمي الجمار تدعو رايح جاي دعاء تكبير ودعاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله الزكاة دعاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتسكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الصلاة هنا بمعنى الدعاء إذن الدعاء من أكبر أسباب انشراح الصدر فإذا أردت أن يشرح الله صدرك فلزم الدعاء وأكثر من الدعاء ولا تستحي أن ترفع يديك يا رب يا رب واعلم أن الذي يكثر رفع اليدين في الدعاء في السراء يرزق إجابة إجابة الدعوة في الضراء وأن يقول نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة والتعرف إلى الله يكون بالدعاء يعني أكثر الدعاء إياك ثم إياك أن يمر يوم وأنت لم تدعو إذا استطعت أن لا تمر ساعة إلا ومعها دعوة فافعل فكيف يمر عليك يوم ويومين وأنتما تدعو الله الحمد لله الصلاة دعاء لكنها وحدها لا تكفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني أحبك إني أحبك فلا تدعى أن تقول دبر كل صلاة دخلت فيها صلوات المكتوبة الخمس الفرائض ودخل فيها النافلة كل صلاة فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم معني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسن العبادة على رأسه الدعاء لأن الدعاء هو العبادة فحسن الدعاء مقلوب شرعا ولهذا كان هناك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في الصباح والمساء وهي أذكار الصباح والمساء وهي عبارة عن أدعية اللهم أصبحنا واصبحنا كل الله والحمد لله كل هذا الدعاء اللهم ما أصبح بي من نعمتي وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك أدعية مربوطة بالصباح وأدعية بالمساء وأدعية بينهما وأدعية في الليل كان إذا تعارى من الليل دعا إلى غير ذلك الدعاء مفتاح من مفاتيح شراح الصدر والدعاء يمكن أن نقسمه إلى كم قسم يقسم الدعاء إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء العبادة تدخل في أعمال العبادات كلها وليدخلوا في ذلك قول الله عز وجل قل ما يعبه بكم ربي لو لا دعاءكم يعني لو لا عبادتكم فهذا دعاء العبادة ودعاء المسألة بعده دعاء المسألة هي سؤال الله سبحانه وتعالى لأتسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبوا فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فشوف أي واحد من الناس تعالي اليوم أطلبه بكرة أطلبه اليوم الثاني تعالي أسأله ماذا يقول سيغضب يتحمل يتحمل ثم ينفجر غضبا الله أطلبه اليوم وبكرة وبعد بكرة وكل ساعة كل ما زاد دعاءك وطلبك زاد حبه لك ولذلك اسمع إلى هذا الحديث القدوسي يقول فيه الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه شوف التدرج ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه طبعا هذا كله داخل في دعاء العبادة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لو أعطينه ولئن استعاذني لو أعيدنه إذن أنت حتى تصل إلى مرحلة ولئن سألني لو أعطينه تحتاج أن تقدم العبادة المفروضة والعبادة النافلة إياك نعبد فرضا ونفلا ثم بعد ذلك تجيك إياك نستعين قد فتحت أبوابها وإذا سألك الناس عني لا ليست المسألة للناس وإذا سألك عبادي أهل العبادة أهل الصلاة أهل الزكاة أهل الصيام أهل عبادة الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب من هؤلاء الذين سجدوا وتقربوا إلي بالسجود واسجدوا واقترب الذين قاموا لي وقوموا لله قانتين الذين ركعوا لله هؤلاء الذين تصدقوا وأنفقوا وعملوا الخير وتسابقوا وتنافسوا في ذلك هؤلاء قريبون من الله والله قريب منهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي قبل أجيب دعوة الداعي قبلها عبادي فلابد أن تقدم الدعائين دعاء العبادة ودعاء المسألة فمن قدم دعاء العبادة بين يدي دعاء المسألة أجاب الله دعاه حتما ويقينا أما من قدم دعاء المسألة وتخلف دعاء العبادة فهل يجاب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وحدة بوحدة على قدر استجابتك لله تجد الإجابة من الله قال الله لك صلي صليت إذا نسأل قال زكي زكيت إذا نسأل قال لك صمصمت إذا نسأل قال لك حج حجيت إذا نسأل فإذا استجبت لأمر الله وجدت الإجابة من الله أكثر فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون إن شراح الصدر يحتاج إلى ملازمة الدعاءين دعاء العبادة ودعاء المسألة فمن لزم دعاء العبادة شرح الله صدرا ومن لزم دعاء المسألة مع دعاء العبادة شرح الله صدرا طيب لذلك قال تعالى في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب فيش في العبادة في الدعاء في دعاء العبادة وإلى ربك فارغب في دعاء المسألة بعد ذلك السبب الخامس من أسباب شراح الصدر قوة العلم بالله قوة العلم العلم إذا دخل القلب إن شرح إذا دخل الصدر إن شرح العلم نور والجهالة حلك ومن يسر في ظلمة الجهل هلك إذا أردت أن ينشرح صدرك فالزم العلم وطلب العلم قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات العلم العلم أكبر أسباب إنشراح الصدر وخصوصا العلم بالله وعن الله ولله وفي الله العلم بالله التوحيد وعن الله الكتاب والسن ولله إخلاصا لا رياء ولا سمعة وفي الله في سبيل الله لا تريد عليه أجر قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة هذا النوع من العلم يحدث شراح الصدر ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة السكينة وين تنزل؟ تنزل في القلب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين إلا ونزلت عليهم السكينة يعني نزلت في قلوبهم السكينة جميعا وغشيتهم الرحمة جميعا وحفتهم الملائكة جميعا وذكرهم الله في من عنده جميعا ثم يقال لهم قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات بالله عليك أيها الأخ أيتها الأخت أيها المسلم هل تتصور أن تجتمع هذه الخمسة في وقت واحد لشخص ويبقى هم في قلبه؟ إذا نزلت السكينة انشرح صدر تلقائيا لأن الإيمان سيزيد بنزول السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا ازداد الإيمان ازداد نور القلب وإذا ازداد نور القلب شرح وانفتح ولذلك يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هل تعلم أن أقفال القلوب لا تنفتح إلا بأنوار الإيمان لا تنفتح أقفال القلوب أقفال القلوب إلا بأنوار الإيمان التي تحصل من سكينة الرحمن فإذا أردت أن تفهم القرآن فالزم مجالس الذكر والزم مواطن نزول السكينة والسكينة أكثر ما تنزل عند تلاوة القرآن صحابي في غزوة من الغزوات كلف بالحراسة فقام يحرس الجيش فبينما هو كذلك وقد ربط فرسه إذا بالفرس يجول كاد أن يرد رباطه أن يقطع رباطه عجل الرجل من صلاته وخشي أن جيشا أو عدوا سيهاجم المسلمين وهم نوام خرج فرأى العجب العجاب نجوما قد أقبلت نزلت من السماء أو أشباه النجوم حتى اقتربت من خيمته متراصة نيرة ثم بدأت ترتفع فأبصرها الرجل وأخذ في نفسه خيفة ثم أخبر بالخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد رأيت البارحة عجبا كنت أقرأ في خيمتي فإذا بالفرس يجول فعجلت من صلاتي وخرجت فرأيت أمثال النجوم نزلت من السماء حتى كادت أن تلامس الخيمة ثم ارتفعت قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أبصرت ذلك؟ قال نعم قالت تلك السكينة تنزلت عند تلاوة القرآن تلك السكينة تنزلت عند تلاوة القرآن والله الذي لا إله إلا هو إن المؤمنين ليشعرون بالسكينة عند نزولها وكلكم يعلم ذلك ألا تشعرون بالسكينة؟ إذا كنتم في المسجد تشعرون براحة البال والطمأنين والأمن والسعادة والخير هذا كله من السكينة حتى لو كان المكان حار ما في مكيفات تشعروا بالراحة حتى لو كانت تحت الشمس الحارقة تشعروا بالراحة السكينة إذا نزلت اطمأن القلب فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها في المعارك وفي وجه الحرب تنزل السكينة فينام الصحابة في غزوة بدر نعاسا أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم هذا من السكينة إذن أيها الأحبة السكينة إذا نزلت في القلب ازداد الإيمان والإيمان إذا ازداد في القلب ازداد التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والتوكل إذا حصل في القلب كفي صاحبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد شعل الله لكل شيء قدر إذن السكينة تنزل في القلب بسبب ماذا تلاوة القرآن نحن ذكرنا الموضوع ما هو قوة العلم العلم يدخل فيه التلاوة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة طيب يتلو ويزكي ويعلم كم فعل؟ ثلاثة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كم فعل؟ يتلو يعلم يزكي هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة أن يتلو القرآن واحد تعالوا أتلو ما إيش؟ أنزل ربك القرآن وأن أتلو القرآن هذه أوامر إلهية اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته فهل تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن؟ ولا لا تلا القرآن تلاه في كل مكان تلاه في كل زمان تلاه مع الملائكة جبريل يستمع له وتلاه مع الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن طيب يستمعون لماذا للقرآن؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا القرآن فاستمعت له الملائكة تلا القرآن فاستمعت له الجن تلا القرآن فاستمع له الناس حتى المشركين لما سمعوا القرآن عقلاؤهم علموا أن هذا القرآن كلام الله حتى اليهود سمعوا القرآن فآمن من آمن منهم والنصارى والنصارى سمعوا القرآن فذرفت دموعهم عيونهم بالدموع لما عرفوا من الحق فكانت تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن مهمة كلف بها وكلفنا بها من بعده وخصوصا في شهر رمضان كان يدارس القرآن مرة مرة فإذا جاء رمضان دارس القرآن مرتين مرتين عليه الصلاة والسلام وكان يدارسه مع جبريل إذن القرآن كتاب علم وفيه من العلوم ما لا يحصيه كتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء فأول العلم ما كان في القرآن فإذا أردت انشراح الصدر فاقبل على القرآن وسوف أعطيكم فائدة عجيبة في فواتح السور ما دمنا مع القرآن أول سورة من القرآن بعد الفاتحة ما هي سورة البقرة أول كلمة منها ما هي ألف لام ميم الألف يبدأ بالهمزة أأ والهمزة تأتي من آخر الحق أأ واللام من وسط اللسان والميم من الشفتين من آخر فذكر الله في ألف لام ميم أصول مخارج الحروف كلها من الحلق واللسان والشفتين طيب وكان فيها إشارة عظيمة إلى البداية والنهاية والمتوسط بينهما فذكر الله في سورة البقرة وكل سورة افتتحت بألف لام ميم فيها ذكر البدايات وذكر النهايات وذكر ما بينهما فما هي البدايات بداية الخلق وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هذه بداية الخلق الناس قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ألف بداية الخلق وسط الخلق الحياة الدنيا وأحكامها وما يتعلق بها في البقرة لم الميم النهاية الآخرة والآخرة ذكرت بالتفصيل في سورة البقرة الموت وما بعده وإثبات ما بعده ربي أريني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال إيش فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك عزير قال الله زوج الله مت الذين خرجوا من ديارهم ثلاثين ألف قال الله لهم موتوا لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا كيف تكفرون بالله وكنتم موتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وآخر آية نزلت من القرآن قاطبة احتوتها سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا اليوم متى يوم القيامة ألف لام ميم تجد سورة آل عمران ألف لام ميم يذكر فيها البداية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب هذه البداية ثم قال لو كن فيكون وتذكر فيها النهاية القيامة ويذكر ما بينهما الدنيا وقصص أهلها من صالحين وغيرهم أما السور التي تفتح أو تفتتح بحرف واحد مثل سورة قاف سورة نون سورة صاد ففيها حكم عظيم أما قاف فافتتح به لأنه أكثر حرف تكرر في سورة قاف والحرف الذي يكثر تكراره في كلام الله يفضل بين الحروف الحروف تتفاضل داخل السورة فأفضل الحروف داخل السورة ما تكرر وأكثر حرف تكرر في سورة قاف القاف قال 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 قرينه قال قال إلى آخره يوم نقول وقيل إلى غير ذلك فإذا قرأت سورة قاف تجد أن أكثر حرف تكرر فيها حرف القاف سورة صاد أكثر حرف تكرر فيها صاد الخصمان إلى غير ذلك فتجد أن الحرف الذي يميز ويذكر يقال هذا تكرر في كلام الله في السورة فيبدأ به إلى غير ذلك إذا نعود للعلم العلم سبب لانشراح الصدر يقول أحد العلماء والله إن فرحي بالمعلومة أجدها أحب إلي من فرحي من عروسة تزف إلي طرب القلب وفرحه بالعلم ألذ وأحسن من طربه وفرحه بأي شيء آخر لماذا يعني لو خيرت الآن بين أن يقذف في قلبك القرآن كله ومعانيه والسنة ومعانيها وأخبار السابقين واللاحقين وتعطى هذا العلم كله أو تعطى مليار ريال أي تحبي إليك أي إنسان عاقل لو خجر بين الدنيا كلها وبين العلم كله أي شيء اختار العلم ولهذا أعطى الله سليمان العلم قبل أن يعطيه المال وأعطى داود العلم قبل أن يعطيه الملك يا أيها الناس علمنا منطق كل شيء منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء علمنا قدمت على أوتينا لأن العلم أشرف وأفضل وأبرك من الدنيا وما فيه العلم لو جلست تنفق منه على الناس ينتهي لكن المال بينتهي مهما كان غناك إذا بدت توزع على الناس سينتهي ما بيدك جاء رجل إلى معاوي بن أبي سفيانة رضي الله عنه رجل من الأعراب قال يا أمير المؤمنين أسألك بحق الرحم التي بيني وبينك إلا أعطيتني من مال الله الذي عندك فقال أمير المؤمنين معاوي بن أبي سفيانة رضي الله عنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره هو أخو رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين قال نعم إنها لرحم بإذن الله موصولة وأعطى درهم واحد مثل الريال درهم واحد قال له خذ قال يا أمير المؤمنين أسألك بحق الرحم فتعطيني درهما قال يا هذا والله لو وصلت الرحم التي بيني وبينك لكان هذا الدرهم أكثر يعني لو نوصل بني آدم كلهم الدرهم ممكن ما يصفل واحد وهذا خليفة وهذا رئيس دولة لذلك المال كل ما تنفق منه ينقص إلا إذا كان في سبيل الله ما نقص مال من صدقة الصدقة تزيد المال وتنميه وما أنفقتم من شيء فهو يُخلِفه وهو خير الرازقين إذن العلم أفضل شيء يشرح الله به الصدر وإذا قيل العلم دخل فيها العموم أي علم وقال أهل العلم كل علم توصل فيه أصحابه إلى نهايته دلهم على الله كل علم لما تعلم السحرة علم السحر ووصلوا فيه إلى القمة علموا أن موسى رسول الله فآمنوا كلهم أجمعون فألقي السحرة ساجدين وعلم السحر من علوم الشر لكن بلغوا القمة فهداهم الله إلى الإيمان وهكذا العلم يقول ابن القيم وإن الله ليشرح صدر المرء بالعلم حتى يكون أوسع مما بين السماء والأرض ولذلك تجد العلماء من أصبر الناس وأكثر الناس تحمل على الأذى للأذى والأنبياء كذلك من أصبر الناس أفيكم واحد يستطيع يتحمل ما تحمله نبي واحد إبراهيم عليه السلام وما ابتلي به يقدر أحد يتحمله أو حتى موسى أو حتى أي أحد من الأنبياء أو أي أحد من العلماء لكن بسبب العلم الذي يشرح الله به صدورهم يتحملون لأنه كلما زاد انشراح الصدر كلما زاد التحمل وكلما ضاق الصدر كلما ضعف التحمل تجد الناس قدامك أصحابك اذنين واحد صدر وسيع تقول الكلمة وأنت مرتاح أنه بيضحك ومشيها عادي والثاني تفكر ممكن لو قلت حرف من هذه الكلمة غضب منك غضبا لم يرامله له في أحد والسبب سعة الصدر وضيق الصدر السبب السادس من أسباب انشراح الصدر الأعمال الصالحة زد من العمل الصالح أي عمل لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق العمل الصالح سبب الانشراح الصدر والعمل الصالح ممكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام عمل صالح بينك وبين الله كالصلاة كالدعاء كالحج العمرة هذا عمل صالح بينك وبين الله عمل صالح يدخل معك فيه الناس كالدعوة كالصدقة هذا عمل صالح متعدي الكل من هذه الأعمال له أثر لكن العمل الصالح المتعدي أثره على القلب من حيث الانشراح يعني ملحوظ وسريع ولذلك قال بعضه للعلم من أراد أن يشرح الله صدره فليحسن إلى خلق الله الإحسان إلى الخلق حتى لو بهيمة إذا ضعك صدرك أحسن إلى أي مخلوق لو بهيمة لو قطة أطعمها أشوف فيش الأثر فكيف لو أطعمت إنسان كيف لو كفلت يتيم حصل هم عظيم لرجل عظيم وامرأة عظيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما الرجل فعلي بن بطال وأما المرأة ففاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم والهم بسبب مرض ابنيهما الحسن والحسين فجأة لاثنين طاحوا سخون مرتفعة حرارة مرتفعة حتى إن النفس عندهم أصبح يتتابع كأنها سكرات الموت خاف على ابنيهما جلس في تشاور ثنائي يا علي يا أبا الحسن ماذا نفعل يا فاطمة يا ابن محمد ماذا نفعل هل نخبر رسول الله لا إنما نعمل عملا صالحا لله فقالت فاطمة علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام لله فقال علي علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام لله عل الله أن يذهب البلاء عن أبنائنا بدأ الصيام اليوم الأول وعلي في المسجد مع رسول الله وفاطمة قد اجتهدت وصنعت طعام الإفطار واقترب وقت الإفطار من اليوم الأول من أيام النذر فبينما هما جالسين وأبناؤهما معهما إذ طرق الباب طارق فقال علي لفاطمة يا فاطمة الباب يطرق فانظري من الطارق نظرت قالت من الطارق قال رجل مسكين شم رائحة الطعام طعام لفطار فجاء يريد أن يطعم فرجعت إلى زوجها قالت رجل مسكين بالباب شم رائحة الطعام قال يا فاطمة أوصلي له هذا الطعام فإن الله يحب طعام الطعام وما يحبه الله أحب إلينا مما نحب نحن قالت نعم أخذت الفطور بكامله وفتحت الباب ودفعته للمسكين ورجعت وطوت لم تفطر هي وزوجها إلا على الماء في اليوم الأول وصنع الطعام في اليوم الثاني ويخرج ريح الطعام وخصوصا إذا كان طعاما شهيا ويشمه ذلك اليتيم الذي لا أب يطعمه ولا أهل له يؤوونه فجاء فطرق الباب قبيل الإفطار يا فاطمة هالباب يطرق قامت فنظرت من فلان ابن فلان اليتيم ماذا تريد أريد طعاما يرترجع إلى علي قالت يا علي يا أبا الحسن يتيم بالباب يريد طعاما قال يا فاطمة أعطيه الطعام فإن الله يحب إطعام الطعام علّ الله أن يرفع عنا ما بنى بإطعام الطعام تأخذه فاطمة وتدفعه لليتيم بكامله وتبيت أيضا مع زوجها والنذر قد مضى منه يومان ولم يبقى إلا واحد لعل اليوم الأخير أن يكون يوم لقاء على طعام الإفطار تصنع الطعام وتزيد فيه وتحسن منه أحسن مما كان وقبيل الإفطار يطرق الباب من الطارق إنه رجل كافر رجل كافر شم رائحة الطعام وهو أسير عند المسلمين وليس من المسلمين فجاء يريد أن يأكل أسير بالباب يا فاطمة خذ الطعام إلى الأسير لعلّا أن يكون هذا الطعام سببا لدخوله الإسلام فدفعته وفي اليوم الثالث ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بقرآن يتلى إلى قيام الساعة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا في اليوم الأول ويتيما في اليوم الثاني وأسيرا في اليوم الثالث ولسان حالهم يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نظرة في الدنيا وسرورا بذهاب الهم الذي كان عليهم وعندهم في أبنائهم وفي نفوسهم أما فاطمة فسيدة نساء الجنة وأما الحسن والحسين فسيدا شباب أهل الجنة وأما علي فهو من النبي بمنزلة هارون من موسى وهؤلاء آل بيت النبي الذين تصلون عليهم كل ما تصلوا على النبي اللهم صل على النبي وعلى آل النبي صلى الله عليهم أجمعين وسلم إذن إطعام الطعام في سبيل الله من أكبر أسباب إزالة هم القلوب ومن أكبر أسباب شرح الصدور ورمضان فرصة لإطعام الطعام وإفطار الصيام ومن فطر صائما فله مثل أجره ولو بتمره فتنافس في الخير تكونوا من أهله بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته